اخواني السلام عليكم و محبا بكم في قناة لورن انجليش و الصلاح رمضان مباركة لجميع ان شاء الله بصحة والسلامة والله ينجينا و ينجيكم من هاد كورونا كنا هضرنا الاسطايم على انواع ديال الجمل و انواع ديال الكرونزز وقالينا انواع ديال الفريزز شت نعمل الفريزز؟ الفريز هي جوج ديال الكلمة جوج ديال الكلمة كيكون لنا فريز يعني اتقدر تكون عندي preposition و كلمة كتكون ليا فريز كيكون عندي جوج ديال افعال يقدر يكون لنا فريز two adjectives يكون لنا فريز ناخدو some examples مليكا نقول at school, at work, on the beach مثلا هادو كتسمى فريزز ما كتسمىوش السنتنز الفرط ما بين sentence والكلاوز والفريز و انه sentence كتكون من two clauses الكلاوز كتكون من subject و verb والفريز ما كيكونش فيها الverb كتيكون فيها غير subject sometimes والنoun adjective preposition conjunction يعني بحالة المسائل دو ولكن ما تكونش فيها subject and margin verb عندنا خمسة خمسة الانواع ديال الفريزز غادي نكتشفوهم كلهم دفع مع الامتلة ولكن رضو البال info كيكون عندي شي جملة صغيرة فيها فعل و فاعل اللي هو subject and verb ما كيبقاش كيتسمى فريز كيولي كيتسمى a class او النوع هي ال prepositional phrase prepositional phrase هاي ومثلا فاش كنقول I go to school هاد two school هاد two school هاد two school هاد two school كتسمى prepositional phrase هاد two school كتسمى prepositional phrase يعني هم جوجون كيكونوا ليا prepositional phrase يعني ما فيهمش فعل و ما فيهمش فاعل prepositional phrase كتبدا ديما بال preposition prepositional phrase اخواني سقدر تجي في اول الكلام ولا في وسط الكلام مثلا قلنا The school is closed during the summer holiday The school is closed during the summer holiday قدرون هزو during the summer holiday ومديرا في اللوت اللي كلام قولوا During the summer holiday The school is closed فرب phrase اخواني هي الفريز اللي كتكون مجرد الافعال sometimes بحال في ال continuous tense كيكون عندي بي Can قول هادك هادك رابب phrase гов POW ي هادك تسمى هذي كتسمى verb-phrase The students have been given an assignment The students have been given an assignment هذي have been given كتسمى تيام verb-phrase لأنه ما فيهاش subject ما فيهاش الفايل ولكن فيه غير أفعال دل واحد الزمن لهو passive voice في perfect dance The students have been given an assignment هذي have been given كتسمى verb-phrase هي بحل الفريز ولكن تكون غيم الأفعال أدنى الثالثة هي infinitive phrase infinitive phrase هي الجملة التي يكون فيها infinitive with to To live in Canada is one of my best dreams To live in Canada is one of my best dreams لك to live هي عندي to يعني التي يكون لها infinitive phrase I have nothing to say I have nothing to say هذي to say infinitive phrase A gerund phrase gerund phrase هو ال-ing form ديالشي فعل اللي كيقدر يكون على شكل مصدر ولا نوع Being a businessman needs a lot of work Being a businessman needs a lot of work هذي have been هي الجيرند phrase جيرند phrase لأنه كتب دا به الجملة Running in the morning helps you to burn calories Running in the morning helps you to burn calories هذي running هذا هو الجيرند اللي كيكون جيرند phrase Being a businessman needs a lot of work هذي been a businessman هي الفاعل ديالش مفاعل ديالفاعل needs ومنك ها نقول running in the beach helps you to burn calories هذي running in the beach هو الفاعل ولا هو ال-subject ديال ال-verb helps اتمنوا يا اخواني يكونوا المعلومات كافين اننا اخدنا فكر على شنا وما انواع ديال الفريزز اللي كيانين فالدرس الجاي غادي نكملوا لانه ما غادي شي قد نلوقس باش ندلوا ثلاثة واربع ديال تغاق الدرس ندزوا الكود بنسبة البرورب ديال اليوم بما انه اليوم الولدي العمضان بس حوص الان شاء الله البرورب كيقول رمضان is the time to empty your stomach and feed your soul رمضان is the time to empty your stomach and feed your soul ماش كيانين البرورب كيقولين انه رمضان هو الشهر اللي كتخوا فيه المعيدة يعني المعيدة كتكون فارغة empty كتعني فارغة ولكن we feed our souls يعني كان نغديو والروح ديالنا كانوكلو لأرواح ديالنا باش بتعبدو الصلاة وذكر الله وذكر الله القرآن انتظروا بشركوا فيها ربما رمضان اشتركوا في القناة وكشان الله انها يتحدث سيكون بحرام